بكل تأكيد نحن أمام معركة كبيرة جداً هذه المعركة يا حقيقة ليست بنت اللحظة هذه المعركة أصبح أمرها اليوم أكثر من 75 عام هناك صراع ما بين الكيان الصيوني ومدفوع بقوى الاستكبار العالمي والدول العربية والدول الإسلامية التي تدافع عن قضية أساسية وقضية استراتيجية ألا وهي القضية الفلسطينية وتوسعت الأمور إلى لبنان وما إلى ذلك فبالتالي اليوم على ما يبدو أنه بنغوريون عندما أعلن عن استراتيجيته واللي كانت تسمى بالنطاق النظيف قد نجح بشكل كبير جداً في تحقيقه اليوم ما عادت القوات الفاعلة أو الجيوش الفاعلة في المنطقة قادرة على أن تدخل معركة مع الكيان الصيوني ومن ممكن أن تحقق انتصار لربما يشابه الانتصار للتحقق في عام 1973 اليوم الجيش المصري القادر الجيش السوري مدمر وغير قادر وكذلك الجيش العراقي كما يعني تعلمون أنه كيف تم استنزافه واستهلاكه بشكل كبير جداً وأصبح يعني الجيش يحاول أن يبني نفسه بالفترة الماضية قدر المستطاع وماذا تعرفون أنتم التحديات والظروف الكثيرة جداً التي جاء بها الدولة العراقية واللي حالة دون أن يكون لدينا الآن قوة عسكرية متكاملة نحن لا نتحدث عن عنصر البشري العصر البشري موجود والحمد لله وشكر مشهود له بالكفاءة ومشهود له بالروح العالية لكن نحتاج إلى أمور كثيرة جداً من الممكن أن تساعد وتعضد وتساند العنصر البشري فيما يخص الصبر الاستراتيجي هناك مشكلة أخي ساذي آسر حقيقة أن المقاومة محرجة اليوم بشكل كبير جداً أمام أمره أما أنت رد رد مزلزل وهذا الرد المزلزل من الممكن أن يقود المنطقة إلى حرب كونية أو أن يكون هناك رد وهذا الرد لربما سوف يكون محدود وبالتالي يعني أعتقد محور المقاومة ومن يقف خلف محور المقاومة سوف يفقد مكانته وشعبيته داخل المنطقة هاي مشكلة كبيرة جداً الآن هاي المعادلة اللي ما نستطيع اليوم أنه شلون نقدر نتخلص منها بكل تأكيد القيادات لديها رؤية ولديها استراتيجية ولديها أسلوب ولديها تخطيط فيما يخص عملية الرد ومتى سوف يكون الرد إذا يعني أحنا سمعنا أنه بعد استشهاد الأخي سماعي الهنية كان هناك تحدي واضح من قبل الأخوة قيادات الجمهور الإسلامية سوف يكون هناك رد وبعد ضرب مجموعة من القيادات كان أيضاً قيادات في حزب الله كان هناك رأي أيضاً سوف يكون هناك رد اليوم ما أعتقد أنه الضربة كانت يعني كبيرة جداً حقيقة لنعترف للعدو أنه استطاع اختراق هذه المنظومة التي كنا نعتقد أنها عصية وغير قادرة على أو غير قادرة أي جهة استخبارية من أن تخترق هذه المنظومة يتمنى ترجمة نانسي قنقر